السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم وصحابه من ايه? انا احمد شيتو. لو انت في يوم الايام لقدر الله نسخة الوندوس بتاعتك وقعت منك وخلاص التريد بقى يعني مجبر اخاك على بطل اللي انت تنزل نسخة جديدة. بس دايما بيوجهك مشكلة انت ممكن بسا بيفي عندك ملفات مهمة او في يعني فيديوهات او اي ان كان اي نوع الميديا اللي موجودة عندك. مهمة موجودة على السي. طبعا اللي ده بطبيعة الحال بيبقى عليه النسخة. فانت عايز تاخد الملفات دي تنقلها على اي برشان تاني. على مسلا او اي او اي او اي ان كان يعني. بحيس انت تعف تنزل النسخة بتاعتك وتتعامل عادي بقى. بس انت مش عايز تضع الملفات دي. فده بقى موضوع حياتنا رضا ان شاء الله. ازاي لو انت نسخة الوندوس وقعت من عندك. ازاي يعني بتركيه كده صريعة شوية. تقدر تخش على الوندوس بالرغم انه واقع تقدر تخش عليه وتاخد الملفات المهمة اللي عندك وتنقلها اي برشان تاني. ده يفقى موضوع حياتنا رضا ان شاء الله. بس يعني لو استفدت مني حاجة ما تنخلش على بلايك كومنت جميل ازاي كده. اشترك في القناة وانت مش مشترك. فاعزر الجرس. ويا الله بينا على الشارع يشاهدين. اه طب يا شباب برجع طول بعد الانترو كالعادة نخش عطور في مطور الحلقة. بصوا انا ههعمل معكم بقى تجربة زي عملية كده. ادي الكمبيوتر عندي مطفى اهو وهنفترض ان خلاص ان انا الكمبيوتر عندي مسقط نسخة او واقع نسخة. وانا زي ما قلنا عايزين نخش عالسي عشان نجيب ملفات مهمة او عالديسكتوبة او كده نجيب ملفات مهمة. طيب كل انت محتاجه ايه? هتبقى محتاج بس عبارة عن الفلاشة ازا دي كده او اي فلاشة طبعا يعني. عليها نسخة انا دي الفلاشة ديت انا حاطت عليها اه ويندوز حداشر. طبعا حداشر او عشرة او اي حاجة. تمام? وهجي حطها في الكمبيوتر بتاعي بالشكل ده كده. عادي خالص. وهيدو الكمبيوتر بتاعي. وعشان هتعامل عادي خالص اكن انا هنزل النسخة عادي خالص يا جماعة. انا عشان اخش على الان انا هنزل النسخة او كده بتكي على اف حداشر. عندنا في الكمبيوتر بتكي على اف حداشر. فسنا الكمبيوتر اول ما يبتدي يشتغل. وهتكال اف حداشرة هوت. ادي جاب لي هنا هو طبعا اول حاجة خالص ده اللي هو الهارد زيت نفسه اللي عليه نسخة. والتاني واحد ده ده هنا اكن انا هنزل نسخة عادي خالص. هخش عليه وكأني هنزل نسخة. هتقطت انتر كده. وزي ما هشايفين ده طبعا ده الشكل الطبيعي اللي هو اكن انا داخل نسخة عادي خالص. طيب هقول له هسيكل الحاجة زي ما هي. وهقول له هنا ماشي ما فيش مشكلة. اهم حاجة بقى حاجة هنا عندي دية. واضغط هنا على اضغط عليه. هيجي لي الصفحة دي. هخش بعد كده هنا على اللي هو الاختار اللي فوق ده. بعد كده هخش هنا على اللي هو الاختار ده شباب طبعا ده الشكل كله. هتخش على الاختار ده. بعد كده هتخش على اول واحد ده. هيجي لك الرسالة دي هنا كده. هتقول له هنا كده. بعد كده تقول له هنا بعد كده تضغط هنا على كلمة وتقول له هنا. قول له بعد كده هنا اوكي. اهو. لو ناخد بالنا جماعة هيفتح معك الكمبيوتر عادي خالص اهوة. ما هي شايفين? تده تخش مسلا هنا على زيز بي سي. هتلاقي عندك كل الموجودة هي. تخش بقى عندك على السي. هنخش على زي ما انت رح ما انت عايز وخش خد الملفات اللي انت عايزة. ونقلها في ايه برشن تاني. فهنفترض مسلا السي انا عندي السي اللي هو انا. اللي هو الاي. ده ما يزفل لنا يعني. هخش على الاي هنا كده. هخش بعد باكدا هنا على اللي هو اه يوزرز. بعد كده خش على اللي هو ده الاسم بتاع عندي. بعد كده هخش على اللي هو هلاقي عندك حاجة اهو اسمه يا دي سك وطوب اه دي الحاجات في مسلا كل على موجودة على ديسكيتوب هنا اهو. هقعوا طبع زي ما انا عايز اهف مسلا على ده كده او اي حاجة من دمت يعني اهو مسلا ده هقوله هناكدى كليك تاني واقش مسلا هنا على اه هنا مسلا واقول له والله ارموه لي هنا يا معلم. اديك لك المين? وقول له هنا كده بس. هتلاقي ما ازهرش معك اطلع بقى وخشت عليه تاني هتزهر معنا هنا اه. فبالطريقة دي او بنفس الطرق دي يا شباب انتو بقى تقدروا تنقول له اي حاجة موجودة عندك على السي في اي برشان جوة ويتنزل النسخة بعد كده عادي براحتك عادي خالص. فبس شباب داك اشترح النهاردة لو اعجبتك الحلقة ما تنخلش على بلايك كومنت جميع ازاك كده اشترك في قناة مش مشترك فازر الجرس ويبس كده يا شباب. سلام.